مرحبا بجميع متابعي قناة فادي حداد التعليمية للكهرباء وأهلا بكم مع فيديو تعليم جديد سنتعرف على طريقة توصيل ملفات البدء وملفات التشغيل في محرك واحد فاز قطبين لدينا هنا محرك واحد فاز قطبين كما تظهر هنا ملفات التشغيل هذا هو القطب الأول لملفات التشغيل وهذا هو القطب الثاني لملفات التشغيل مقابله تماما كل واحد من هذه الملفات له طرفين الآن سنتعرف على توصيل هذا القطب أو الأقطاب هذه من ملفات التشغيل هنا البداية سنسميها U1 كبداية التشغيل ملفات الحركة ثم نقوم بتوصيل نهاية القطب الأول مع نهاية القطب الثاني المقابل له بوصلة داخلية بهذا الشكل وتخرج هنا النهاية لملفات التشغيل مقابل نسميها U2 الطريقة توصيل ملفات البداية هنا تكون منفات البداية متعامدة تسعين درجة على ملفات التشغيل هذا القطب الأول وهذا القطب الثاني لملفات البداية لكل camman من ملفات البدء طرفين الملف الأول من ملفات البدء هو يأتي بعد الملف الأول لملفات تشغيل هذا هو الملف الأول لملفات تشغيل ونحن نتحرك بهذا الشكل إذن سيكون هذا هو ملف البدء الأول نسمي هذه Z1 باعتبارها بداية ملفات البدء هذا هنا يعتبر نهاية القطب الأول لملفات البدء نكون بتوصيلها مع نهاية القطب المقابل له أو القطب الثاني من ملفات البدء إذن نهاية مع نهاية بوصلة بهذا الشكل تخرج هنا كنهاية لملفات البدء هذا هو توصيل الأقطاب نهاية مع نهاية فقط قاعدة إذا كان قطبين نوصل نهاية مع نهاية الآن نريد أن نوصل هذه الأسلاك الأربعة التي خرجت الأطراف الأربعة مع الكهرباء فنكون بتوصيل بداية التشغيل مع بداية البدء بوصلة هذه الوصلة بين ملفات البدء وملفات التشغيل ونكون بتوصيلها مع الخط الحامي أما بالنسبة لأطرف نهاية ملفات التشغيل ونهاية ملفات البدء سنقوم بتوصيلهما مع مكثف نرسم هنا مكثف له قطبين سنقوم بتوصيل الطرف الأول مع ملفات التشغيل والطرف الثاني مع ملفات البدء بهذه الوصلة الآن سنقوم بتوصيل ملفات التشغيل الطرف الثاني مع الخط البارد إذن هذا هو الخط الحار وهذا هو الخط البارد الحار اتصل مع النقطة المشتركة بين ملفات التشغيل وملفات البدء والتي دا عادة نسميها COM Common إذن هذه هي الطريقة مع تحيات قناة فادي التعليمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته